وينضم إلينا من القاهرة السيد مونير أديب الباحث والمتخصص في الحركات المتطرفة سيد أديب اليوم مقتل عشرة مسلحين إرهابيين وايضا استشهاد وإصابة سبعة أفراد من الجيش المصري دلالات وتوقيت هذه العملية في البداية يعني أعتقد أن هذه العملية قد يكون لها علاقة بالدور المصري وأعتقد كان ذلك واضحا في مؤتمر الاتحاد الإفريقي عندما أعلن الرئيس المصري ضرورة إنشاء قوة إفريقية مشتركة هدفها هو مواجهة التنظيمات المتطرفة خارج الحدود المصرية وأعتقد أن تنظيم ما يسمى بأنصار بيت المقدس والذي أعلن مبايعته في وقت سابق في العام 2014 لتنظيم داعش الإرهابي هذا التنظيم يريد أن يوجه رد ربما لدعوة مصر إنشاء قوة مشتركة هدفها هو مواجهة التنظيمات المتطرفة عابرة الحدود والقرات خاصة وأن تنظيم داعش عندما سقط في الرقة والموصل منطقة الشرق الأوسط بدأ يبحث عن بديل اللهو والبديل غالبا في القارة الصمراء وربما يكون في ليبيا هو ينشط بشكل كبير ولذلك أنا أعتقد أن هذه العملية قد تكون رد فعل لدعوة مصر إنشاء هذه القوة المشتركة الإفريقية لمواجهة هذا التنظيم المتطرف وغيره من التنظيمات المحلية والإقليمية التي سبق وأعلنت مبايعتها لدعوة هذا شيء الشيء الآخر أن اليوم يتدامن ربما مع العملية الشاملة سيناء 2018 يعني الآن مر عامين كاملين وهذه العملية كانت هدفها هو القضاء تماما على تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء وأعتقد أن هذه العملية آتت أكلها وربما قضت على أكثر من 80 أو 90% من البنية التحتية لهذا التنظيم فقد تكون هذه العملية مجرد رد فعل ومحاولة للظهور وكأنها تقول أننا مدينة موجودون فقط النقطة يعني اليوم مصر نقلت تجربتها في مكافحة الإرهاب إلى الاتحاد الإفريقي كم يمكن أن يستفيد وتستفيد دول الاتحاد الإفريقي من هذه التجربة ولسيما أن أمن دولة واحدة من أمن ربما القرى بكملها والدول الأكثر عرضة للإرهاب هي الدول الساحلية والصحراوية كم سيستفيدون من هذه التجربة برأيك يعني أعتقد أن التجربة المصرية هي تجربة ثرية في مواجهة الإرهاب خاصة وأن هذه المواجهة كانت في التسعينيات من القرن الماضي وواجهت مصر تنظيمات محلية مثل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد المصري وأعتقد أن هذه التنظيمات كان لها امتدادات خارجية فبعضها أعلن ولائه لتنظيم ما يسمى بقاعدة الجهاد إذن التجربة المصرية تجربة ثرية فضلا على الموجة الثانية للإرهاب والتي ظهرت في مصر بعد العام 2013 وأعتقد أن ذلك أعطى للتجربة المصرية ثراء وعمقا ولذلك على إفريقيا أن تستفيد من هذه التجربة بشكل كبير وهذه الاستفادة لن تكون إلا بأن يتم الأخذ بالمقترح المصري وهو إنشاء قوة إفريقية مشتركة لمواجهة الإرهاب شكرا جزيلا لك من القاهرة سيد منير أديب الباحث المتخصص في الحركات المتطرفة شكرا جزيلا لك من قبل 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 شكرا جزيلا لك من قبل